مطلوب أولا على الصعيد الرسمي أن تتحرك السلطة الفلسطينية في كافة المحافل وأن تطرح قضية الاعتقال الإداري على كافة المحاكم الدولية بصفة أن هذا الاعتقال لإداري إسرائيل تستثمره وتستغله لقمع أبناء شعبنا الفلسطيني دون وجه عقل وأيضا أطالب سفاراتنا في العالم أن تتحرك مع جالياتنا الفلسطينية العربية الموجودة لتزهير قضية الأسر الإنسانية ومن قوة وفصائل الفلسطينية مطلوب منها أن تدرك من هؤلاء هم طليعة شعبنا هم أبناء هذه الفصائل الذين تقدموا الصفوف والآن يدفعون ثمنا لنضالهم والتضحية التي قدموها لأجل الوطن بالتأكيد المطلوب من قد أصل كثير أولا تكاثف الشعب الفلسطيني والتداري جميع الفلسطينية خلف الأسر الفلسطينيين ثانيا على منظومات الدولية تحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرة ونحن هنا نحملهم المسؤولية الكاملة عن حياة كل الأسرة المضمين عن الطعام ثالثا على المنظمات الدولية العاملة خارج قطاع غزة من مجلس الأمن الدولي ومن مظلم الجميع العامل المتحدة ومجل حقوق الإنسان ومظلم العربية حقوق الإنسان أن تتدخل من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إقاف معاناة الأسرة على الجاليات الفلسطينية بالخارج وعلى استفرات الفلسطينية بالخارج أيضا أن تقف وقفة جادة من أجل إيصال هذا الصوت أمام العالم وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة الخارجية وبهيئة الشؤول الأسرى والمحررين أن تواصل الدومانسية الفلسطينية وأن تضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال الاستغلال كل المعنين بهذا الموضوع من أجل الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إفراج عن هؤلاء الأسرى لأنهم أسرى حرية ونحن سنبقى من نظم من أجلهم وحتى تحريرهم بإذن الله تعالى إن شاء الله الاحتلال أن يخضع لإرادة هؤلاء الأسرى لأن هؤلاء الأسرى وصلوا حد لا يمكن التراجع لا يمكن التراجع عن 80 يوم الإضراب لا يمكن التراجع عن 77 أو 69 يوما عن الإضراب هؤلاء الأسرى كما شاهدنا أمام أمهات أمهاتهم إما النصر أو الشهادة لذلك على الاحتلال أن يعي تماما أن الاعتقال الإداري هو الذي أجبر هؤلاء الأسرى للإضراب وخوض هذا الإضراب لرفع الظلم عنهم الاعتقال الإداري هو الاعتقال الظالم الذي تمارسه الدولة الوحيدة في العالم هي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن هؤلاء الأسرى الأبطال الذين يواجهون الموت المحقف في هذه الظلهاضات هم في أمس الحاجة إلى التدخل الدولي والعربي والمحلي من أجل انقاذ حياتهم أمهات الأسرى الأبطال يواجهون سياسة عقابية تتمثل في الاعتقال الإداري هذا الاعتقال الذي يعتبر سيفا مستطن على رقابها أمهات الأسرى وهو شبحا يلاحقهم وبالتالي علينا كمجتمع دولي وكمأسسات محلية أن نتعاون من أجل إنقاذها أمهات الأسرى الأبطال لأن هذه اللحظات هي لحظات حرجة للغاية المحامي محامة الأسير تحديدا الملك القاضي حذرت منه قد يواجه الموت المحقق في اللحظات القادمة لذلك المطلوب الآن العمل بكل الوسائل من أجل إنقاذ حياتهم وأن يتحول الشغل الشاغل لشعبنا الفلسطيني ولكل المؤسسات المحلية والدولية وإنقاذ حياتها أولا الأسرى الأبطال أولا تعتبر هذه الوقفة التضامنية هي وقفة مناشدة لإنقاذ حياتها أولا الأسرى سواء من قبل السيد الرئيس محمود عباس أبو مازين أو من قبل المجتمع الدولي أو كذلك من ضمن المؤسسات الدولية التي نقف أمامها وهذه المؤسسات للأسرى عندما زارت الأسرى المضربين عن الطعام طالبت بموقف حيادي وساوت ما بين الضحية والجلاد وقالت على الطرفي أي الاحتلال الإسرائيلي والأسرى أن يحلوا مشكلة الإضراب عن الطعام لا يجوز لموقف الصليب الأحمر أن يقف هذا الموقف وعلى الصليب الأحمر أن يدين الاعتقال الإداري وأن يضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إنهاء الاعتقال الإداري لهؤلاء الأسرى والجميع الأسرى داخل السجول الإسرائيلية البالغ عددهم الآن 725 أسير معتقال إداري